رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما هود عليه السلام لم يأتي قومه فيما ذكر الله قص بآية بارزة كعصى موسى وسفينة نوح وما أشبه ذلك من الآيات التي ذكرها الله للأنبياء حتى قيل أنه لم يأتهم بآية لكن هذا ليس بالصحيح فما من نبيه إلا وآتى قومه بآيات تدل على صدقه وقد قال قومه ما جئتنا بآية ما جئتنا ببينا وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسو هكذا قالوا له في تكذيب ما جاء به لكنه أتهم مباشرة بآية فاصلة تدل على صدقه وهو ثبات جنانه ورسوه قدمه في مقابلة آلهتهم وما يكيدون به إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوه قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون طلب منهم إنزال العقوبات وأخبر بأنه بريء من عبادتهم لغير الله جل وعلا بريء من تخويفهم إني توكلت على الله ربي وربكم توكلت على الله اعتمدت عليه والتجأت إليه في رد كل ما تسعون أن توقعوه بي من أنواع الظلال وأنواع الهلاك الذي تعدوني به فنجاه الله تعالى وماذا كانت النتيجة فيما حل بقومه حل بقومه ما ذكره الله تعالى من العقوبات وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام عسوما فترى القوم فيها صرعا أصحاب تلك الحضارة الذين قالوا من أشد مننا قوة كان مآلهم أن كانوا كأعجاز نخل خاوية ليس فيها ما ينفع ولا ما يفيد ولا ما يطلب وهذا هو مصير تلك القرى التي تكذب بالله عز وجل وتعاند رسله لا بد أن تحل بها أنواع العقوبات الله جل وعلا في قوم هود وهم عاد أهلكهم مع عظيم قوتهم وشدة ما مكنوا منه نزل بهم عذاب من حيث لا يشعر يعني الريح تلك اللطيفة المخلوق الذي ليس له من القوة والقدرة ما يخوث في ذاته إنما هو ريح نسمة خفية جعل الله تعالى إهلاكهم بأهون ما كانوا يستهيلونها به وانظر إلى المنازل والبيوت التي كان يسكنونها نقابل هذه الريح مع أنهم يعني مصانع ويبنون بكل ريع آية أي دليل على قوتهم وتمكنهم مع هذا أهلكوا بريح صرصر أي لها صوت شديدة الهبوب حاثية وقد قال الله جل وعلا وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح الحقيم ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم فأهلك الله تعالى هؤلاء بهذه الريح التي فيها من العبرة والعظة ما يحيي القلوب وينير البصائر ويلهم النفوس أنه مهما كانت القوى البشرية على قدرة فإنه إذا جاء أمر الله ذهبت كل تلك القوى وتبددت تلك القدرات لأنها لا تقف أمام قدر الله النافذ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب اشتركوا في القناة